بالنسبة ليه النادي الاهلي فيه حكاية مهمة عمر السلية في مباراة مازنبي طلع وكان متنرفز حسين الشحات قلعت شرط وكان متنرفز وبصراحة الاتنين اللعيبة دول محترمين جدا عمر السلية وحسين الشحات ما بفهمش اللعيب الكبير كبير اسماً وتاريخاً لما بيخرج عن شعوره لو الفرقة كسبانة بالمناسبة لو الفرقة كسبانة عشانت هاتي يتقول لي ما وصلح من كم يوم كان خرج عن شعوره وانت قلت يعني بوالد انه يحصل لا مش والد غلط صلاح غلط بس اتفاهم صلاح ان الفرقة مضغوطة خسرنا دولة انجليزية وخسرنا دولة اوروبية يعني فيه فيه زروف تخليك تخرج عن شعورك انت بقى عمر السلية او حسين الشحات الفرقة كسبانة وحسين فاينال وهيبقى ليكوا دور وطبيعة حسين الشحات تشوف في المبرانة النهائية وطبيعة تشوف عمر السلية في المبرانة النهائية ليه العصبية انا كل بناية ده ممكن يتعصف فيها العصب بس التعامل مع الموقف يبقى على قد الموقف وده اللي عمله النادي الاهلي فحسب مصدر لنا في النادي الاهلي فتم تغريم عمر السلية وحسين الشحات تبقى لللاقيحة خمسين الف جنيه لكل واحد فيهم وتم إبلاغ الاتنين اللاعبة على جروب اللاعبين عشان كمان بقى اللاعبة تعرف انه الاتنين تعجبوا والمشكلة انتهت عن دهازة الحد ولما تم إبلاغ مارس الكولر فمارس الكولر قال اه انا موافق على العقوبات استغرب حتى مارس الكولر لما تتكلموا معايا قال لأم انا ما شفتش اللقطة دي طبعا اثناء المباراة بس معرفش ليه هم عملوا كده عامل السلية بيشارك وحسين الشحات لسه راجع من إصابة فيه الوجه فبرضه مش مفهومة بس تم أقاب الاتنين اللاعبين على قد الواقع يعني برضه عشان الموضوع ما يكبرش قوي على قد الواقع عصبية بتحصل ما نحبقاش من لعيبة كبيرة تحديدا يعني ممكن نعديها للاعيبة صغيرة بس منول عليها غلط برضه بس ستعدي عشان لسه صغير معندوش خبر لعيبة كبيرة بس هالي بتبقى غريبة شويتين عموما خلصت الحكاية دي وضروري جدا لأهلي يركز فيما هو قادم يعني كولر المدير الفني للنادي لأهلي استقر خلاص على إعادة إمام عشور في التشكيلة الأساسية للفريق قدام لإسماعيلي يوم الأربع اللي جاي إن شاء الله في الدوري كولر طمن خلاص على إمام عشور بعد مشارك فيه جزء من مباراة مازمبي واللاعب أصبح جاهز بشكل طبيعي جدا إنه يبدأ المباراة إمام عشور في رأيي أكتر عنصر في كل المصابين في النادي الأهلي اتأثر بيهم الأهلي الفترة اللي فاتت منظومة كلها اللعب كله كان فيه مشكلة هتقول لي ما تكبرش الموضوع هقولك لا أصلاه إمام لعب وسط ملعب في مصر كلها في حتة الوحده يعني في حتة الوحده إمكانياته هتلاقي أجزاء منها عند كل واحد في لعب الوسط في مصر لكن هو عنده كل ده اللي هو هيعرف دفع كويس هيعرف يهاجم كويس هيعرف طلع بس سليم قصير هيعمل بس طويل كويس هيشوت من برة كويس هيخش منطقة الجزاء كويس هتلاقي عنده متكامل في وسط الملعب بلاقي متكامل في وسط الملعب طيب بحسب أيضا مصدر لنا في النادي الأهلي فكلها بيادرس الدفع به كهرابا أساسي فيه خط هجوم الفريق قدام الإسماعيلي مع إمام عشور كهرابا كمان هيبقى موجود أساسي فيه مباراة الإسماعيلي ده خبر آخر من النادي الأهلي ومراوان عطية بقى جاهز للمشاركة فيه المباراة وتحت تصرف الجهاز الفني هيشارك فيه مباراة الإسماعيلي أو لا ده بحسب التعليد الطب النهائي اللي هيوصل لمرس الكورر بالنسبة لمراوان عطية قبل المباراة بليلة غالبا مراوان عطية بقى موجود بس ممكن يبقى على الدكة مش في التشكيلة الأساسية طيب نهاردة فريق الكورة بالنادي الأهلي فريق الكورة الطائرة بالنادي الأهلي رجال فاز ببطولة كأس مصر للمرة الـ 22 في تاريخه بعد ما فاز على نادي الزمالك في المباراة النهاية بنتيجة 3-1 ألف مليون مباروك للنادي الأهلي الفوز ببطولة الكورة الطائرة كأس مصر طيب